في أربع نقاط منتخب الكونغو عنده صفر من النقاط لو فاز على منتخب زنبابوي هيبعنده ثلاث نقاط ممكن ينافس على أحسن توالد منتخب زنبابوي عنده فرصة أكبر من المنتخب أكثر من منتخب الكونغو إنه لو فاز على منتخب الكونغو هيبعنده أربع نقاط هتساوب مع منتخب أغندا وبالتالي هنشوف بقى فارق الهدف بين المنتخبين هتؤهل مين على حساب مين منتخب أغندا بعد كل التعب ده ممكن يكون هو أحسن ثالث أو لو ما قدرش يحقق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الوطني وإن شاء الله ده مش هيحصل أكيد ممكن يخرج خالص من البطولة حضرتكم عارفين أنه عندنا ست مجموعات أربعة منها هيتم اختيار أحسن توالد أكتر فرق عندها نقاط هي دي اللي هتكون متأهلة إلى دور 16 من البطولة الأفريقية ده بالنسبة للقاءات بكرة إن شاء الله وتكلمنا معكم على لقاءات كوبا أمريكا وبالتالي يخش معكم بقى على الأخبار اللي موجودة معنا بس حابب قبل ما أتكلم نتكلم تاني على البطولة الأفريقية تنظيم رائع جدا زي ما حضرتكم شايفين لازم نتكلم ويبقى كلنا قلبنا على قلب بعض زي ما قلت وحفظة لقول هنتكلم على الإيجابيات مش هنتكلم على السلبيات هنتكلم على منتخب مصر هنتكلم على مباراة أغندا مش حابب أتكلم في أي تفاصيل جانبية كلنا عارفين تفاصيل الجانبية والسوشيال ميديا طبعا الفلفل والشطة اللي موجود فيها وأن الناس ده مؤيد ده معارض ده مؤيد ده معارض وناس عمري ما فيه حد هيتفع على رأي واحد وعمري ما فيه حد هيخلي الناس تاخد قرار الصحيح لكن فيه ناس شايفة الأمور ماشية بشكل صحيح وفيه ناس شايفة أن الأمور محتاجة تتعدل لكن هننسى كل شيء هننسى أي حاجة مش هنتكلم في أي حاجة خالص غير بعد ما المنتخب إن شاء الله يتم تتويجه بمطولة الأمم الأفريقية للمرة تمنا على التوري شفنا التنظيم أعلى على مستوى سهلين كل حاجة كل حاجة اللي بيروح الاستاد الناس اللي بتروح الملاعب الأخرى طبعا الفنادق اللي احنا شايفينها مقارات الإقامة ملاعب التدريب كل حاجة موجودة على أعلى مستوى بالتالي هو هنا دي نقطة البدال هنبدأ بيها إن شاء الله بعد البطولة نحنا نبدأ ناخد خطوات إيجابية سواء عودة الجمهور سواء الملاعب غرف خلع الملابس الاتوبيسات الفنادق كل حاجة لازم مصر عندنا كمان حدث مهم ما حدش ينساه عندنا في مصر هننظم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبيات الخادمة هتكون في مصر وبالتالي لازم البطولة تخرج بنفس الشكل اللي البطولة الأفريقية خرجت أو إن شاء الله تخرج بالسلامة منه علشان هنا انت بتبدأ الناس تحسبك الناس كله بص المصر أو الناس كلها بص المصر إن اللي حصل ده كله في أربع شهور فمصر قادرة على إحداث أي شيء تغيير أي شيء تنظيم أي شيء سواء على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية الملاعب كلها على أعلى مستوى بصراحة شغل رائع من كل الناس اللي موجودة كل الناس مش هينفع أقول اسم واحد علشان مظلمش بقية الناس لكن كل الناس اللي موجودة الناس محترمة جدا الناس بتشتغل الناس معتقدش إن هي هتنام خير بعد يوم 19 سبعة بعد ما مصر تتوج بالبطولة الأفريقية إن شاء الله مستوى الفني اللي احنا شفناه المنتخب مصر هو مستوى يعني متصاعد المباراة الأولى كانت إلى حد ما منتخب زنبابوي الأداء كان متوسط لكن مباراة التانية أمام المنتخب الكونغو بدأ يعني الأداء يعني على بعض الشيء ممكن يكون فيه بعض التحافظ على كلامي لكن زي ما بقول لأ حضرتكم أنا هتكلم بالشكل الإيجابي مش عايز أتكلم بالشكل السلبي مش منتخب محمد صلاح بس عندنا تريزيجي ملاعب عنده حلول أكثر من رائعة رجل بيعدي واحد على واحد رجل بيشوت رجل بيرفع رجل بيعني دام كل حاجة كل حاجة مطلوبة من العيه كرة بيعرف يعملها بيعرف يتعامل معها وده أهم حاجة في شخصية لعب كرة القدم أنه يكون عنده حلول الفردية ممكن في المباراة يبقى عندك الدين يمقفلها مش عارف تعمل إيه مش تعرف تفوك المباراة غير بحل فردية يعني حل فردية يعني واحد على واحد ضربة سابتة ضربة حرة غير مباشرة ضربة حرة مباشرة كل ده اسمها حلول فردية وبالتالي تريزيجي يملك الحلول الفردية مع محمد صلاح عندنا في خاطة الدفاع أحمد حجازي ومحمود علاء يعني التناغم والانسجام واضح جدا ما بينهم والاتنين بصراحة فايترز شالين منتخب مصر بشكل جبير وفي نفس الوقت هم صمام الأمان للمنتخب نص ملعب طارق الحام الطارق حامل حدي صلاح هرق راجل ما كان في نص الملعب وبالتالي يعني بسم الله ما شاء الله الشدناه كمان في حراس المرمى فحنا نتكلم على منتخب مصر أيمن أشرف والمحمدي والنيني نتكلم على مرام نتكلم على عبد الله وأيضا نتكلم على محمد صلاح منتخب مصر إن شاء الله يمتعنا بآخر مباراة ختمية في الدور الأول للبطولة الأفريقية طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن نادي الأهلي ونروح من البطولة الأفريقية للنادي الأهلي وعايزين نتكلم ونقف شوية عن كل اللي بيسأل أو اللي عايز يعرف أخبار النادي الأهلي الكلام منتشر في كل مكان والكلام بيقول الصفقات اللعيبة المعارين تجديد اللعيبة مين اللعب اللي هيكون موجود الفترة اللي جاي مين اللعيبة يطر الأهلي بيحضر للمسلم اللي جاي إزاي طبعا حاجة مش غريبة على الجمهور إن النادي الأهلي أولا فيه سرية تامة ودائما المشاورات اللي بتكون موجودة داخل لجنة الكرة أو داخل لجنة التخطيط بيكون الموضوع في حكمة الموضوع في صبر الموضوع في وقت علشان في الآخر النتاج يكون فوق الممتاز وبالتالي طبعا في تحضيرات للموسم الحالي اللي هو المتبقي بعد أمم أفريقيا والموسم الجديد بيبدأ من معسكر إن شاء الله الفريق في أسبانيا بيبدأ من لجنة التخطيط اللي بترقصها الكابتن طا اسمعيل والكابتن زكريا ناصف موجود معاه والكابتن خالد بيبو والإشراف العام لكن زي ما حضركم عارفين إن اللجنة بتعمل في صمت دايما بيكون في تنصيق مع الجهاز الفني ومع إدارة التعاقدات علشان خاطر يبحثوا ملف احتياجات لعبي فريق كرة القدم ونادي الأهل دايما بيفكر وبيشوف مين اللعبة المرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد ده بيكون وفقا لتوصيات الجهاز الفني بقيادة مستر مارتين ناصارتي ورؤيته الفنية وزي ما حضركم عارفين إن هو قعد مع اللجنة قبل كده وقال لهم وجهة نظره أكيد اللجنة أيضا بتستهدف يعني عدة عروض اللي وصلت للاعبي فريق كرة القدم سواء بموقف المعاريم هل هم هيكملوا إعاراتهم مع الأندية اللي موجودين فيها أو كمان اللعبة اللي ممكن تخرج عارة هذا الموسم وأيضا اللعبة اللي ممكن تباع وتخرج عن القلعة الحمراء وتبحث عن فرصة لعب فيه أحد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتس تاني هأكد لحضراتكم إن الاجتماعات المستمرة ما بين مارتين ناصارتي أو الكابتن سلب الحفيظ مدير الكرة دايما بيضعوا فيها الرطوش الأخيرة اللي دايما بيكون فيها المدير الفني والجهاز بيطلب فيها احتياجات وبيبحث فيها احتياجاته للموسم الجديد واللي بيشتغل عليها اللجنة في توفيرها بشكل مهم جدا طبعا أكيد عشان يخدم فريق الكرة ويتناسب مع طموح الجمهور الأهلاوي سواء على المستوى المحلي أو المستوى القر هنكلم بشكل أكبر عن تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي وده أول الأخبار اللي موجودة معنا واللي هنتكلم عليها بشكل مفصل دكتور طاع اسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي قال إن اللجنة عقدت اجتماع ظهر اليوم الاجتماع كان مع المهندس عادلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات والكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي اللجنة أو الاجتماع كان لبحث احتياجات الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة وده أمر طبيعي جدا علشان هما الاتنين المكلفين بالتفاوض والتعاقد مع اللعيبة اللي لجنة التخطيط بتقول عليها بناء على توصيات من الجهاز الفني طبعا كابتن طاها اسماعيل طبعا قال إن اللجنة شهدت منقشة الخطوط العريدة لاحتياجات الفريق وفقا لرؤية الجهاز الفني زي ما بقول لحضراتكم بقيادة ميستر مارتن لسارتي واللي أكد على انتلاك الأهل أفضل العناصر من اللاعبين وعدم حاجة الفريق إلا بعض التدعيمات وزي ما قلت لحضراتكم اللجنة كانت اجتمعت اليوم ونعقدت علشان خاطر يبدأوا يبحثوا في الملفات اللي قلت لحضراتكم عليها وأخيرا اختتم الدكتور طاها اسماعيل وقال إن الاجتماع مع لسارتي والكابتن سيد عبد الحفيز كان إجابيا للغاية خاصة إن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق خبر التاني نكملين مع حضراتكم لجنة اكتشاف المواهب تجتمع يوم الأربع لجنة اكتشاف المواهب للألعاب الأخرى نفس اللجنة اللي موجودة في لعبة كرة القدم النادي الأهلي قرر برئاسة الكابتن محمود الخطيب برئيس النادي الأهلي اجتماع مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي علشان يتم تشكيره